قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها تسلمت مواطنا يعرف بأنه أكبر معتقل في قاعدة جوانتانامو بعد الإفراج عنه من المعتقل الذي تدير الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا وكان السجن العسكري الأمريكي السري يضم في وقت من الأوقات مئات من المتهمين الذين أسرتهم القوات الأمريكية خلال الحرب التي شنت في عقب هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 وعتقل رجل الأعمال سيف الله براشا عام 2003 في تايلاند واتهم بتمويل تنظيم القاعدة حين ذاك مع أنه أصر على براءته وقال إنه لا يعادي الولايات المتحدة مثل معظم المعتقلين في جوانتانامو إلى هذا الاعتقال دون تهم في أغلبهم لم توجه تهم رسمية إلى براشا حتى هذا البلغ من العمر 75 عاما أو 76 عاما ولم توفر له وسائل قانونية كافية للطعن في اعتقاله وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنها أكملت عملية مشتركة بين عدة وكالات لتسليل عودة براشا قالت نحن سعداء لأن مواطنا باكستانيا محتجزا في الخارج قد عاد أخيرا إلى عائلته وأفرج عنه بعد أن وافق رئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي على إطلاق صراحه مع الماكستاني عبدالرباني الذي يبلغ من العمر 55 عاما واليمني عثمان عبدالرحيم عثمان وعمره 41 عاما اغربالرحيم عميكي شكرا